اشتركوا في القناة توفي رمسيس الثاني في سن التسعين بعد ان تزوج العديد من النساء واستطاع ان ينجب اكثر من مئة طفل بحسب المؤرخين وكان يفتخر رمسيس الثاني بذريته حتى انه رسم صورا كبيرة لاطفاله على جدران المعابد الفرعونية واصبح بعض اولاده ملوكا فيما بعد في المركز التاسع ميشك نياندورو رجل من زمبابوي متزوج من ثمانية عشر امرأة ويبلغ من العمر واحدا وستين سنة انجب نياندورو مئة وثمانية وعشرين طفلا ويبدو انه لن يتوقف عند هذا الرقم الغريب في الامر انه لا يقوم باي عمل على الاطلاق انما يمضي معظم وقته في ادارة عائلته ومتابعة اولاده الكبار الذين يقومون بتربية اخوانهم واخواتهم الاصغر سنا تعتمد هذه العائلة الكبيرة على الزراعة لكسب قوت يومها ويقوم نياندورو بتوزيع الحصاد على جميع زوجاته بالتساوي في المركز الثامن متبرع مجهول الهوية لا يوجد في القانون الامريكي اي حد لعدد المرات التي يمكن للرجال ان يتبرعوا بها بحيواناتهم المنوية هذه الثغرة القانونية جعلت احد المتبرعين المجهولين ينجب اكثر من مائة وخمسين طفلا بحسب بنك الحيوانات المنوية في الولايات المتحدة في المركز السابع جاكي كونغو من اوغندا انجب مائة وثمانية وخمسين طفلا وقد توفي في سنة 2012 عن عمر نهزى 103 اعوام وكان قد تزوج من عشرين امرأة خلال حياته في المركز السادس انسينتوس اكوكو في سنة 2010 توفي انسينتوس اكوكو في مدينة نيروبي في كينيا بعد ان انجب مائة وستين طفلا وكان قد تزوج مائة مرة وقام بالطلاق ثلاثين مرة وقد قام ببناء كنيسة ومدرستين ابتدائيتين مخصصتين لزوجاته وذريته في قريتهم الصغيرة في نيروبي كان يطلق على انسينتوس اكوكو لقب الخطر بسبب وسامته التي كان يصعب على نساء مقاومتها وفي مقابلة سابقة صرح اكوكو بان قوته كانت نابعة من حرصه على تناول الاكل الصحية وتجنب الدهون والمأكلات الضارة في المركز الخامس سوبوزا الثاني حكم الملك سوبوزا الثاني سوازيلاند لمدة 82 عام من 1899 الى 1982 فبعد ولادته باربعة اشهر في سنة 1899 توفي والده ثم تم تنصيبه ملكا على سويزيلاند مباشرة بعد ذلك وقد تزوج من سبعين امرأة وحرص على انجاب ثلاثة اطفال فقط من كل امرأة ليبلغ عدد اولاده وبناته مئتين وعشرة اطفال وبلغ عدد احفاده اكثر من الف شخص في المركز الرابع اغسطس الثاني عاش فريدريك اغسطس او اغسطس الثاني في القرن السابع عشر وكان ملك بولندا ودوق لتوانيا ايضا وتسببت قوته الجسدية المفرطة في تلقيبه ببعض القاب القوة مثل القوي واليد الحديدية فكان يقوم بكسر حدوات الخيول بيديه العريتين ويشترك في رياضات قذف الثعالب ويقوم بقذفها باصبع واحد وبسبب ثرائه الفاحش وحفلاته الصاخبة وعلاقاته الغرامية قدر المؤرخون بانه انجب ثلاثمائة واربعة وخمسين طفلا خلال حياته في المركز الثالث بيرتولد ويزنر طبيب يهودي ولد في النمسا سنة 1901 وتوفي في عام 1972 في المملكة المتحدة وكان يملك عيادة طبية لمعالجة العقم وقام باجراء اكثر من 1800 عملية تخصيب خلال 40 سنة وكان يعتقد بان ويزنر كان يحصل على الحيوانات المنوية من مجموعة محددة من الاشخاص الاذكياء حتى يحصل مرضاه على اطفال اذكياء ولكن تبين ان نحو 600 طفل ولدوا بفضل حيوانات منوية اتي من مصدر واحد الا وهو بيرتولد ويزنر نفسه واشارت البحوث الى ان ويزنر هو الجهة التي تبرعت بنحو ثلثي الحيوانات المنوية المتبرع بها للعيادة وبالتالي فهو الابو البيولوجي لحوالي 600 طفل وقد تم تأكيد هذا الامر من خلال فحوص مكثفة للحمض النووي للاطفال المولودين في عيادته في المركز الثاني اسماعيل بن شريف سلطان المغرب من سلالة العلويين والذي حكم منذ عام 1672 وحتى عام 1727 وقد انجب السلطان 888 طفلا والغريب في الامر انه قد قام بقتل جميع اطفاله الاناث وابقى على الذكور لاستمرارية سلالته وقد تساءل الباحثون عن امكانية انجاب هذا العدد الكبير من الاطفال واتضح ان الامر ليس مستحيلا فاذا عاشر السلطان اسماعيل امرأة واحدة في كل ليلة لمدة 30 سنة اخذا بعين الاعتبار توقيت الابادة لديهن فمن الممكن ان ينجب اكثر من ذلك العدد بكثير في المركز الاول جانكيز خان عاش جانكيز خان مؤسس الامبراطورية المغولية والتي اعتبرت اضخم امبراطورية في التاريخ ككتلة واحدة بعد وفاته يعتقد المؤرخون بان 8% من الرجال في الامبراطورية المغولية هم من سلالة جانكيز خان فبعد تحليل الكروموسوم واي والذي لا يتغير كثيرا بين الاجيال تبين ان العديد من الرجال في مناطق مختلفة من الامبراطورية المغولية يمتلكون نفس الجينات واظرت النتائج بان واحدا من كل مئتي رجل ينحدرون من الامبراطور المغولي جانكيز خان وبذلك قدر الباحثون ان جانكيز خان قد انجب من 1000 الى 2000 طفل خلال حياته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة